على مدى سنوات السبع عشرة الماضية لم يوفر فساد حكام المنطقة الخضراء أي باب للفساد إلا وطرقوه ولعل من أسوأ أبواب الفساد التي انتشرت في العراق هي التجارة بالمعتقلين إذ يعملوا كبار الضباط وصغارهم في مختلف الوزارات والمؤسسات الأمنية على هذه التجارة التي تجلب لهم ثروات طائلة على حساب حياة الأبرياء وحريتهم منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 ارتفع معدل السجناء في العراق إلى نحو غير مسبوق وكانت معظم الاعتقالات تصب في خانة ما بات يسمى بالإرهاب كما أن أكثر من 90% من السجناء هم من سكان مناطق تمثل طائفة معينة العديد من السجون والمعتقلات كانت شاهدة على عمليات المساومة التي يقوم بها الضباط مع المعتقلين ومطالبتهم بأموال طائلة لتحسين ظروف سجنهم أو مع تعرضهم للتعذيب والإهانة بينما يتعرض دوهم لعمليات ابتزاز للكشف عن مصير أبنائهم حيث لقيت أعداد كبيرة من المعتقلين حتفها نتيجة التعذيب أو بسبب فقدان الرعاية الطبية وسوء التغذية مصدر في سجن التاجي أكد أن بعض النزلاء اضطروا إلى دفع أكثر من 7000 دولار لكل واحد منهم من أجل السماح لهم بالتعرض للشمس أو الاستحمام أو لمقابلة ذويهم لافتان إلى أن ملف المساومات بات يتطلب من الضباط أيضا دفع أموال من أجل إبقائهم في مسؤولية السجن الذي يعد كنزا وموردا ماليا لا ينفد حسب تعبيره منظمة هيومان رايتس ووش أكدت في آخر تقرير لها صدر هذا العام أن السجون في العراق تفتقر لأبسط مقاومات حقوق الإنسان فمن الضرب والإهانة إلى الاعتقال التعسفي وكيل التهم والمحاكمات غير المكتملة والاستغلال والتعذيب وأشارت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه إلى أن السجون تتطلب إيجاد حلول سريعة ويؤكد المراقبون أن الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 تتعمد إساءة معاملة السجناء وابتزازهم واستغلالهم بالسبب العقلية الطائفية المأزومة التي تحكم الممسكين بالقرار السياسي والأمني لافتين إلى أن الحكومات وبعد كل ما حل في البلاد لم تدرك خطورة ما تفعله بخلق مزيد من الكراغية تجاه الدولة ومؤسساتها